بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو دي فيديو نوع ده يخص الناس اللي عايشة على الاراضي الايطالية وخصوصا الناس اللي بتتعامل دايما مع مكاتب البوستة طبعا ما اعتقدش ان في واحد مغترب هنا في ايطاليا ما بيتعملش مع مكاتب البوستة لان مكاتب البوستة بالنسبة لنا هنا بنستخدمها في اغراض كتير جدا او لنا مصالح مختلفة في مكاتب البوستة زي مثلا لو واحد عايز يدفع مثلا الفاتورة بتاعة التليفون او النت او الكهرباء او الغاز وخلافه يعني جميع الفواتير اللي بتجلنا احنا ممكن ندفعها عن طريق مكاتب البوستة ده غير ان انت لو عايز تبع الجواب مسجل سواء خارج ايطاليا او داخل ايطاليا وخلافه او لو انت جالك راكمانداتها على البيت وعايز تروح تسحبها فالموضوع بيبقى ايه شامل حاجات كتير ده غير طبعا ان داخل فيه خدمات تانية تخص الاجانب بشكل التقديم على الاقامة يعني فيه خدمات كتير جدا مشتركة مع مكاتب البوستة اللي من خلاله بنخلينا بنحضر فيها وقت كبير جدا في الانتظار وخصوصا الناس اللي عاشا في الاماكن الكبيرة المدن الكبيرة لان بيبقى فيها عليها ضغط من الشغل وفيها نسبة اجانب عالية وبالتالي بيستهلك وقت كبير جدا في الانتظار دوره والكلام ده كله النهاردة عن طريق برنامج محدد او نزلته او خدمة موجودة في مكتب البوستة ما عرفش فيه ناس تعرفها وفيه ناس اكيد طبعا ما تاخدش بالها من الخدمة دية فانا حبيت ان انا شارككم الفكرة لانها فكرة صريفة جدا وهتسهلك موضوع كبير جدا خدوا بالكم معايا الفيديو ده قلنا زي ما قلنا يخص الناس اللي موجودة على الاراضة الايطالية بنتكلم في الناس الموجودة في ايطاليا الخدمة دي عبارة انك ازاي تقدر تحجز معاد او تيكت موجود في تاخد رقم يعني بدل ما تروح المكتب البوستة وتروح تسحب رقم من هناك من المكان وبوست لنفسك قدامك وعشرين ولا ثلاثين واحد وتقعد ساعة ولا ساعة ونص على ما يجا عليك الدور النهاردة انت هتحدد الوقت اللي انت عايز تروح فيه او اللي ينسبك ممكن يكون واحد يخلص شغل الساعة ستة مثلا وعايز او يخلص شغل الساعة اتناشر وعايز روح يخلص فيه عشر دقايق ما يعدش مدة طويلة وبالتالي البرنامج دي او الخدمة دي هتفيده جدا خدوا بالكم معايا احنا اول حاجة لازم يكون عندنا برنامج اسمه البرنامج اللي عندنا الاسف انا كنت بس حولت برنامج تاني لان فيه طبعا الناس برضه عشان تاخد بالها فيه فرق ما بين البوست بي والبوست موبايل هما برنامجين اتنين او فيه اكتر من برامج كمان خاصة بالمكاتب البوست يعني احنا تحديدا هنتكلم على آآ بوست موبايل اللي هو ايه اللي على اليمين ده هنضغط عليه تمام؟ هيفتح لك البرنامج البرنامج ده انا لسه نزله وانا اصلا كان عند البرنامج ده ومسحته ونزلته من جديد عشان اشرح لكم بالتفصيل ايه الخطوات اللي ممكن تحصل لك في البداية الموضوع سهل جدا مش معمقد لانه ما بيحتاجش تسجيل بيعمل لك حاجة اسمه تسجيل مبدئي كده اللي من خلاله تقدر تعمل عملية حادث احنا اللي همنا في الموضوع كله دلوقتي او بنكلم في نقطة على برونوتا تيكت اللي هي آآ اللي من خلالها هنقدر آآ نحجز هنضغط على كلمة برونوتا تيكت هتفتح لنا آآ الخريطة زي ما انت قملته او المبا انا دلوقتي هبدأ احدد المدينة او المنطقة اللي انا عايش فيها مسلا ولا على سبيل المسال مسلا هنتكلم على ميلانو بحكم ان هي مدينة كبيرة عشان اوريكم حجم المكاتب اللي موجودة في المناطق المتفرقة وفي مكاتب كتير جدا المنطقة اللي هتلاقي فيها مكتب وبيقدم الخدمة ديت هتلاقي متعلم عليه باللون الاخضر اللي متعلم عليه باللون الاصفر ده مش هيكون بيقدم الخدمة ديت كده د دلوقتي بدأ يحمل هوت عشان ازهر لك المناطق لو انت خطبها لكم فيه باللون الاصفر وفيه باللون الاخضر باللون الاصفر ده ممكن ميكونش بيقدم الخدمة وممكن يكون المكتب قافل في نفس الوقت بالوقت الحالي احنا هيهمنا اللي باللون الاخضر انا هروح على منطقة معينة مسلا شكل مسلا آآ نقول مسلا منطقة مسلا تكون معروفة مسلا تقريبا للجميع تمام هنا هي في منطقة مسلا هنقول المنطقة اللي انتو شايفينها ديت اللي هي على خط المترو عشان الناس برضو تبقى عارفة هي هو يقدر يوصل مكتب البوستة ازاي احنا مسلا على المنطقة الخط المحطة المترو المكتوب قدامنا اللي هي البلايسرو ديت جنبها هنا العلامة الخاضرة هي اللي بتقول ان انا عندي مكتب بوستة هضغط عليها عشان اعرف اسم مكتب البوستة قال لي ان مكتب البوستة ده اسمه كورسو فينيسيا او العنوان بتاع المكتب البوستة ده موجود في كورسو فينيسيا اتنين واربعين في ميلانو وبالتالي هو ده هو ده اللي انا هحجز خلاله يعني انا شايف ان المكتب ده يكون بيدا علي اعمل كده اصغر الخريطة واروح اشوف مكتب تاني يكون قريب ليه مسلا هنروح مسلا لي بياتسا لوريتو بياتسا لوريتو طبعا الناس اللي عايشة في ميلانو تعرف بياتسا لوريتو مشهورة جدا طبعا وبالتالي هنروح في مكتب بوستة في مشهور جنبها هنضغط على العلامة الخاضرة دي هيقول لي ان انت عندك في مكتب بوستة فيالياندريا درويا او دوريا اربعة اه تمانية واربعين ميلانو هضغط عليه تمام؟ ساعة ما ضغط عليه هنا بيحدد لي بيقول لي انت عايز تعمل ايه طبعا البند الاولاني او الخطوة الاولانية دي خاصة للناس اللي موجودة عندها حساب في بنك بوستة حتى مكتوب هنا تيتولاري دي كونتو بنك بوستة وده الناس اللي فتحه حساب بنكي موجود قصدي حساب في كونتو كورنت عندهم يعني في قلب مكاتب البوستة وده طبعا زي ما انتو عارفين بيبقى لو اولوية تانية خالب احنا نخش على كلمة تويت الوبراسيوني وتضغط عليها هنا اللي من خلالها بقى هيبدأ يحدد لك المواعيد المتاحة طبعا متينة هو قال لك zero disponible مفيش حاجة في المتينو حتى بوموريجيو مفيش disponible خالب يعني اصبح ان المكتب ده ما عندوش حاجة متاحة وبالتالي انا مش هقدر احجز من خلاله فانا هرجع خطوة الورا خطوة كمان واروح احدد منطقة تانية ان ربما لاقي فيها تمام المنطقة دي نضغط عليها عشان نشوف المنطقة دي فين طيب نجيب منطقة تكون ايه معروفة شتاد ستوديو جنب دي هنا تقريبا تقريبا المنطقة ديت اللي هي جنب اا مكان الكنسولية القديم على ما اتذكر المهم هنضغط عليها كده هو يحدد لك اسم اسم الفيا انت عندك لانوان مكتوب بالضبط يعني انت مش هتوه حتى هتحطه على عندك على الجهاز بتاع التليفون وممكن هيقدر يوصلك اسم المنطقة اللي احنا او المكتب اللي موجود موجود في فيا برونزينو سبعة في ميلانو انا هضغط عليه عشان نشوف عندو حاجة ديسبونيبل ولا لأ وطبعا زي ما قلنا بما ان لو انا ما عنديش كونتو كورينت في قلب البوستة فانا هختار الاختار التاني اللي هو توت الابراتيوني ضغط عليه وبالتالي برضو عندو زيرو ديسبونيبل لا في المتينة ولا في الب وبالتالي هتطر ان ارجع تاني عشان اشوف مكتب تاني طب نبعد شوية عشان نقدر لان طبعا ميلانو تبقى زحمة نبعد شوية نضغط على العنوان ده وندغط على العنوان نشوف عندو حاجة ديسبونيبل ولا لا والتوت الابراتيوني برضو عندو الناس كلها متقفلة ايه يعني ميلانو كلها متقفلة طيب نخرج شوية في منطقة ابعيدة شوية نروح مونزة مسلا في مونزة نضغط هنا قرصو ميلانو في مونزة نضغط عليها نشوف عندهم اماكن ولا لا هنا فتح لي بقى طبعا قايمة طويلة لو انت عايز تختار تعمل عايز تعمل باجامينتي تعمل اي حاجة لا مفرض ان انا اعمل باجامينتي اللي انا هدفع بولتينو او ادفع اي حاجة انا تمام لو انتوا لاحظتوا هنا بقى هنا قال لي قال لي في المتينو عندك فيه عندك واحد ديسبونيبل اللي هو الساعة تلاتاشر وخمسة واربعين ولو انا دخلت على هنا هلاقي عندي موعد محدد فانت بقى حضرتك هتحدد المعاد واحد بيخرج مش تغلي مسلا الساعة خمسة ونص او الساعة ستة او غيره هلنفرض مسلا ان انت حضرتك بتخرج الساعة خمسة الساعة ستة مسلا تمام وانت هكون موجود في المنطقة دي الساعة مسلا ستة ونص انت عندك في معاد الساعة تمنتاشر اربعة وتلاتين يعني عندك الساعة ستة ونص هتضغط عليه كده بعد ما تضغط عليه اتعلم المعاد اللي انت اخترته اللي هو تمنتاشر اربعة وتلاتين او تمنتاشر تبعتاشر او تمنتاشر واحد وخمسين حضرتك هتختار المعاد اللي بنسبك ممكن تختار ساعة خمسة ونص. المهم حضرتك هتختار الوقت اللي انت شايفه انه هيكون مناسب ليك. والمفروض ان هو كاتب لك هنا بيقول لك ان انت لازم تكون قابلها على اقل بخمس دقايق. وبعد كده مسلا انا على سبيل المسال انا هختار مسلا ساعة ستة مسلا على سبيل المسال. انت اخترت الوقت اللي بينسبك بتضغط على كلمة هنا. بعد ما تضغط عليها. بما اني انا اول مرة هستخدم الخدمة ديت او اول مرة نازل البرنامج فديت دي النقطة اللي هتقابلك. انا طبعا استخدمت الخدمة دي كتير جدا وبالتالي اضطررت ان انا عشان اشرح لكم الخطوة ديت عشان الناس لما تقف قصادكم مفيش الناس ما ما تقفش وتام يحصل عندها مشكلة ولاها كلام ده كله. فبالتالي ان انا مسحت البرنامج ونزلته من جديد عشان تشوفه ايه اللي هيحصة. فانا مسلا ساعة سيب المسال هنا بقى كتب مني قال لك عايز رقم التليفون فانا حاجة. مسلا هنا تضغط على هنا. في الفترة دي هيبعتلك بوتوماتيك على رسالة على التليفون وهي هتظهر لك على التليفون. زي ما اللحظتم فوق كده جاليت شعار ان في رسالة جاتلي على التليفون عندي من غير ما راح افتحها بقى واخد منها الرقم الركم دخل عندي على الباسورد ان كتبت اوتوماتيك لو واحد ما انكتبتش عنده اوتوماتيك يخش في الرسالة وياخد منه الباسورد ويكتبها في الخانة اللي مكتوب فيها قدام الباسورد وعندك الاركام اللي مكتوبة الاولها تلاتة سبعة خمسة اتنين واحد تلاتة اربعة تمانية دي جاتلي في الرسالة لكن بما ان في خدمة في خدمة كده اوتوماتيك بتنكتب اوتوماتيك يعني جات من الرسالة انكتبت التليفون كتب اوتوماتيك فانا عندي كده الباسورد ان كتب اوتوماتيك بخش اكتب على كونتينو هنا مجرد ما عملت على كونتينو هنا هيخش يقدر يعمل لي يحدد لي المعاد لو انت خدت بالك هنا دلوقتي وهنا بيقول لك اه ازاي تقدر لو انت خدت بالك هشرح لك برضو النقطة ديت مهمة جدا ايه اللي انت هتعمله ان انت لما تروح عن طريق الكوديتش اللي زهر لك هوريه لك دلوقتي بيزهر لك على التليفون انت بتخزينه عندك على التليفون وتروح على المكانة بتاع البسطة وببس ايه توجه الكوديتش للاشعاع اللي موجود في المكانة بيقوم خارج لك بالمعاد بتاعك اوتوماتيك طبعا هو شرح لي هنا في الحتة ديت هضغط اوكي لو انت لحظت هنا بقى هو قال لي قال لي انت في مونزا كورسو ميلانو ستة وخمسين اه العنوان بالزبط تمام اه بجامنتي بريليفي الخدمة اللي انت اللي انت حددتها اللي انت عايز تعمل فيها يقول لك ان الطوب يوم تلاتين تسعة اللي هو النهاردة الساعة اه تمنتاشر اللي هو الساعة ستة وده الاف تسعين ده اللي هو الرقم بتاعك اللي المفروض حضرتك هتشوفه على السكريم بتاع او الشاشات اللي بتبقى متعلقة في مكاتب البسطة الشاشات التليفزيون اللي بتبقى معلقة طبعا لما بتاخد رقم بتتابع اه الشاشات اللي بتبقى موجودة في مكاتب البوسطة اللي من خلالها لما بيزهر رقم بتاعك بتروح لرقم الشباك اللي ظهر قدامه. انت الرقم بتاعك F90 وده الكوديتش اللي حضرتك اللي انت هتصبره على المكان اول ما تروح. وبكده انت عارف ان انت عندك معاد الساعة 6 هتروح قبلها بخمس دقايق هتصبر الرقم اوتوماتيك الساعة 6 او ممكن تفرق معاك ستة ستة وخمسة يجي دورك وتخش. يبقى انت كده وفرت على نفسك مجهود كبير جدا بدل ما كنت تطلع الساعة خمسة ونص من الشغل وتوصل الساعة ستة وعلى ما تاخد رقم تبص تلاقي نفسك في زحمة وتبقى الساعة سبعة او ستة ونص وده بتختلف من مكتب للتاني فدي خدمة انا شايف ان هي خدمة جميلة جدا هتوفر لليك مجهود وقت طبعا بحكم ان انا مقترب معاكم معارف في خدمة الوقت قدامنا ان في ساعات هنتكلم عن ناس اللي هم العزاب اللي موجودين بيبقى راجع من الشغل اه تعبان جدا ومرهق ولسه قدامه ولسه هيروح يحضر اكل وخلافه او يغسل هدومه او يغضب حاجته للشغل بتاع ابوكرا فبيبقى وقته محدود جدا وبالتالي هو لو راح قعد في البوستة كمان ساعة هناك بيبقى ايه هتلود عنده الوقت اكتر وهيستهلك وقت انت ممكن اه عن طريق الخدمة ديت تي اه تستخدمه في حاجة مفيدة يعني او على اقل هتوفر ساعة من وقتك اتمنى ان انا كون شرحت لكم حاجة مفيدة جدا وان شاء الله انتظروني دايما في فيديوهات قادمة نشرح لكم دايما حاجات تفيدكم اكتر اتمنى الناس تشترك معنا في القناة على اليوتيوب عشان تشجعونا اكتر لان هنزلكم فيديوهات كتيرة ولو عجب الفيديو اضغط على لايك على الفيديو واللي عنده اي تعليق او اي استفسار ممكن يسيبهولي في تعليق نهاية قبل ما انهي الفيديو لو حبيت لو انت خدت العنوان زي ما خدت المعاد طبعا انا خدت المعاد فمش عايز اعمل مشكلة او معنا معنا اصح مش عايز اخد معاد على الفوض لاني كده كده مش هروحه وبالتالي انت لو خدت معاد وشايف نفسك مسلا خدت المعاد وبعدها بساعة او بعدها بساعتين اتنين حست ان انت حصل عندك ظروف ومش هتقدر تروح المعادة فانا صحة مني الغي المعاد عشان تدي فرصة لغيرك اني يكون لو كان محتاج المعاده هيقدر ياخدوه وانا بالتالي بما اني ان انا مش محتاج المعاد هاخش على كلمة انولا برونتاتسيوني لان البرونتاتسيوني بتاعتك دي طبعا او اللي انا حاجستها دي انا كتت بشرح بس عليها وبالتالي انا هلغيها فهت غط على كلمة انولا برونتتسيوني وضغط عليها وبقوللي انت متأكد انك حاجز تلغي بقول له اي يلغي وبالتالي كده اتلغت اصبح ان انا ما عنديش اي اي بلونتازيوني موجودة طبعا نصيحة مني اول ما يزهر لك الكوديتش اللي انت شفته ده خد لقطة شاشة عشان تستخدسينها عندك وبعد كده لما تروح مكتب البوسطة تقدر تسبار على المكان عشان يطلع لك الرقم اللي بالتالي يطلع لك في المعادل اللي انت حددته او اللي انت اخترته يعني اشكركم واتمنالكم التوفيق ان شاء الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم احمد ابو عمر